ياهلا ومسهلا بمتابعين قناة غينز ماستر سواء في الانستغرام او اليوتيوب وياكم اخوكم عبيد الغملاسي واخيرا اليوم بنسوي مراجعة بعد فترة الانقطاع بسبة قلة الالعاب وبنتكلم اليوم عن لعبة هيتمان هيتمان ثري تعتبر الجزء الاخير من سلسلة هيتمان العريقة صحيح كان فيه اجزاء قديمة لكن قصة ثلاثية تبدأ في 2016 انت تلعب بالعميل 47 اللي هو يعتبر مستنسخ جينيا وخالي من المشاعر عشان يكون شخص هدفه في الحياة يقتل الاهدافه بدم بارد بدون اي شفقة او رحمة اللعبة نظامها عبارة عن ساندبوكس لك الحرية في الحركة في المنطقة عشان توصل للتاركت وتقتله وطريقة قتلك للتاركت مبمهمة اهم شي انك تقدر تقتله وتطلع من المكان تقدر تقتله وتخلي الموضوع كأنه حادث او مات موته طبيعية وتقدر تدخل عليه بمسدس وتقتله لكن هالشيء بينبه الحراس مما يخليك تطلع من المنطقة بصعوبة هذا اذا قدرت من مميزاتك يا اي مي فورت 7 انك ممكن تبدل فيابك وتتنكر بلبس اشخاص ثانين عشان تقدر تدخل اماكن خاصة بفئة من الناس او عشان تخدع الحراس او ممكن تخدع التاركت نفسه فاللعبة تعطيك الحرية في كل شي تقريبا بس اهم شي اتخلص صلي عليك وتطلع من المكان بامون اللعبة تعطيك 6 مراحل في مناطق مختلفة انا ما بحط اي مشهد من الخرايط الثاني ولا بتكلم عنهم بكتفي بدبي منعني الحر في هذه الخريطة تلعب في برج خليفة اقصد برج الغزالي في هذه الخريطة ابدعه في المناظر الخارجية والريت ريتسينج شي يبهر وطريقة التنقل وتسلق البرج تذكرني في فيلم مشان امباسبل مهماتك انك تقتل شخصين وانا خبصت في البرج ليما قدرت تسوي ميتينج لهم هم الاثنين في مكان واحد وقتلت مرة وحدة انت مبشرط انك تسوي نفس الشي ممكن تتبع اسلوب ثاني فبسبب الحرية اللي مقدمينها لللاعبين ممكن تشوف الطرق وما تخلص من القتل تقريبا مدة اللعبة تتراوح ما بين الستة الى الثمان ساعات لكن المراحل تقدر تعيدهم لان مثل ما قلت الاحتماليات ما تخلص وكل ما تعيد المهمة تقدر تعيدها بسلوب ثاني حتى ممكن تبدأها بثياب غير تساعدك بالمهمة هذا الشي اللي يميز سلسلها انك تقدر ترجع تعيد المهمة مليون مرة بدون ما تمب في هيتمان 2 اضافوا طورين طور السنايبر وطور القوست طور السنايبر عبارة عن مرحلة تلعبها بالسنايبر بس سينجل بير او مالتي بلاير وهدفك تغطل كل الاهداف في طريقة تخفي جثثهم عشان ما تنكشف وطور القوست عبارة عن سباق بينك وبين واحد اونلاين اللي يقتل التاركت الخمس اسرع وكل واحد فيه عالم خاص بهذا الجزء للأسف ما شاهد طورين وهذه السلبية الوحيدة في اللعبة اعتقد لانهم اشتغلوا على طور البيار لكن للأسف ما قدرت جربه لكن شفت الفيديوهات وشكله يعني نتبات زبت الكلام هيتمان 3 تعتبر احسن بداية في 2021 لعبة تستحق الكل يجربها واذا ما لعبت الاجزاء الجديمة لازم تلعبهم لانهم يكملون بعض اللعبة ببساطة تستاهل درجة كاملة لكن لانهم شلوا من ملتب لاير اعطيها التسعة من عشرة وقت صدور فيديو المراجعة اللعبة بتكون متوفرة في الاسواق على كل لجزء البلاي ستيشن 4 وال5 والإكس بوكس وان وسيريس اكس وسيريس اس اترقبوا فيديوهاتنا ومراجعاتنا اليائية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة